يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة ورقم عشرة النهاردة هو عمر مرموش إبداع وتقلق وأشياء رائعة جدا تحدث في البونزليجة في الدولة الألمانية عمر مرموش يا جماعة النهاردة يتخطى مين في صدارة الهدفين؟ يتخطى هاركين واحد من أعظم المهاجمين اللي مروا على التاريخ مرموش بيتخطاه النهاردة تقولي لسه في بداية الموسم والأمور بس المعدل بتاعه مرعب النهاردة مسجل ستة هدف وهاجيلك على أرقام مرموش وكلها أرقام مدهشة مرموش النهاردة فريقه وإنترخت فرانكفورت فاز على فريق هولنشتاين بنتيجة أربعة اتنين جولة الخمسة في الدولة الألمانية جاب ستة أهداف في خمس جولات معدل أكتر من هدف في المباراة الوحدة ده غير بقى المساهمات بتاعته النهاردة في الأربعة أهداف ليه هدفين سجلهم بنفسه وصنع هدفين يعني الأربعة بتوعه الأربعة مشاركت فيهم الأربعة مشاركت فيهم النهاردة مرموش أول لاعب في تاريخ إنترخت فرانكفورت يسجل ستة أهداف في أول خمس مباريات بالبونس ليكا طيب دي الأرقام بتاعته النهاردة تعالوا وريك بس الأول قايمة الهدفين في الدولة الألمانية وريك ترتيب عمر مرموش وسطمين اسماء كبيرة جدا ومراجمين رائعين جدا يلا بينا مرموش ستة أهداف هاركين نجم انجلترا وبارني ميونيخ خمس أهداف وبعد كده ديميرا فيتش شتوتجارد سجل أربع أهداف وكرامريتش هوفنهايم سجل أربع أهداف وأنداف شتوتجارد سجل أربع أهداف وماشينو لعب هولشتاين مسجل أربع أهداف هو في الصدارة ومصري في الصدارة مرموش لعبة ربا صح مش بتكلم عن الأمور الأخلاقية يعني هو أخلاقين طبعا أكيد تربا صح بس هباتكلم كمان على تربا كورة صح تقسص صح وما تفهمش ليه ليه اللعيب اللي ما بيطلعش من الأهل والزمالك بيكسر الدنيا في أوروبا فماش صلاح مافيش أهل وزمالك مرموش مافيش أهل وزمالك ليه تفتكر انت ليه عشان لعيبت الأهل والزمالك دول وحشين لا عشان لعيب الأهل والزمالك عايز يفضل في الأهل والزمالك عجبات شعبية وعجبات جماهرية وعجبات دوشة اللي حواليه وعجبات فلوس الكتيرة برضو اللي بياخدها لكن اللعيبة دي اللي بتطلع بدري بدري مدقوش طعم الشهرة والمجد في أندية مصرية زي الأهل والزمالك فيقولك ما أنا كده كده محصلة بعضها تم روح ألعب في أوروبا وتقلق وكسر الدنيا مرموش مدهش يا جماعة مدهش في موقع شهير اسمه سوفا سكور ده بيحط التقييمات لللاعبين في العالم كله في كل الموباريات وكل الدوليات في العالم مرموش خد تقييم كام النهاردة في موقع اسمه سوفا سكور عشرة من عشرة عشرة من عشرة ده نادرا نادرا لما لقى بياخدها في العالم كله نادرا يعني بس الراجل مسجل هدفين وصنة هدفين التقييم هو على الشمال فوق عشرة هتلاقي بقى أعلى واحد معاه في الفرقة توتا 8.2 ده أعلى واحد يعني بعد عمر مرموش عشرة من عشرة مدهش يعني وبعدين تلاقي مرموش بيسجل من كل الأوضاع بكل الطرق بيمينه شغال بشماله شغال من الجانب الأيمن شغال من الجانب الأيصر شغال براسه شغال يعمل أسستات من عليمين يعمل أسستات من على الشمال واخد مساحة حرية رائعة جدا كمهاجم كمهاجم تاني في فريق انتراكت فرانكفورت أتمنى كابتن حسام حسن يستغل مرموش في الحكاية دي قوي يستغلوا قوي انه يقربوا من مركز المهاجمة تقول ليه مصطفى محمد ممكن يلعبوا الاتنين ممكن يلعبوا الاتنين بص مرموش من ناحية الشمال بيختارك وبيسجل هدف ده الجول الأول من ناحية الشمال يعني متطرفة شوية ناحية الشمال جول بص اللي بعدها بيعمل أسست من كورنر اللي بعده بقى نفسك قصة جول أسست من ناحية المين كل الطرق بيأسسته وبيسجل بطريقة رائعة ومميزة تعالى وليك أرقام مرموش بقى المدهشة طبعا انت تقول لي ما هو هدف خلاص ده رقم مدهش لا 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 أرقامه التانية إحصائياته التانية غير أهدافه اللي هو متصدر بيهم هدف الدول الألماني أرقام مدهشة جد جد تعالى بص ربنا يحفظه ويحميه يعني في خمس مباريات مسجل ستة وصانع تلاتة يعني مشارك في تسع أهداف في الخمس مباريات يعني معدل هدفين في المباراة الوحدة بيشارك فيهم هدفين صناعة فرص محققة خمس أكتر واحد في فريقه تمريلات مفتاحية اتنين فاصل ستة لكل مباراة الأكثر في فريقه تزديدات على المرمى تلات تلات تزديدات لكل لقاء الأكثر في فريقه مدهش مدهش أرقام يعني دي أرقام يعملها مثلا إيه كريساور ناضلو في عزو يعملها مسي في عزو دي الأرقام اللي بيعملها هتقول لي أنت بتشبه مرموش بكريساور مسي يا سيدي لأ إن شاء الله يبقى أحسن منهم إن شاء الله يعني المستقبل معاه بس أنا بكلمك على معدل الأرقام الأرقام دي في خمس مباريات ما يعملهاش غير أهم اللاعبين في العالم في العالم كله يعني فمرموش عامل انطلاقة مدهشة في الدولة الألمانية مدهشة تصوري وتوقعي لو حافظة مرموش على المعدل دا والمستوى دا وربنا يحمي يا رب يا رب من أي إصابة طبيعي جدا هتشوف في الدولة الإنجليزة الموسم اللي جايه برقم خيالي مش ببالغ برقم خيالي وخليك فاكر دي وأنا وإنت هو بس برضو الشرط أو يعني الأمنية الوحيدة إنه ربنا بس يحفظه من أي إصابة ومن أي حاجة ولو فضل على المعدل دا مرموش هيتباع كأغلى لاعب في تاريخ مصر بمعدل أسعار دلوقتي باللي حصل هتقول لي مثلا كان أنا فاكر صلاح لما رح ليفربول من إيس روما كان تقريبا باربعين مليون يورو ده وقته 2018 على ما أتذكر وقته أو 2018 صلاح رح ليفربول في 2018 17-18 فلو مرموش فضل بالمستوى دا لا مش 40 مليون أبدا ممكن يبقى ضاع في الرقم دا وأكتر ممكن يبقى ضاع في الرقم دا وأكتر ساعتها هنبقى قدام أغلى لاعب اتباع في تاريخ مصر نهاية الموسم نتقابل بالفيديو دا إن شاء الله بإذن الله بس ربنا يحفظ عليهم